موسيقى هلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع ريدد ريدمشن توزن لها طبعا أمس نزل لنا أول تحديث رسمي لريدد أولاين وكان حجمه للسوني تقريبا 2 جيجا وللإكس بوكس تقريبا 1.9 جيجا طبعا نزلت مجموعة كبيرة من الأشياء الجديدة ومجموعة من الكونتنت فرح نتكلم ونفصل فيها في هذا المقطع إن شاء الله فيلا نخش في المقطع طيب أول شي رح تلاحظه لما تخش لريدد أولاين اللي هو البلاير بليب أو ظهور اللاعبين في الخريطة سابقا لما تفك الخريطة كنت تشوف جميع اللاعبين اللي في السيرفر ورح تشوف أماكنهم لكن مع التحديث الجديد ما رح تشوف إلا القريبين جدا منك والأشخاص اللي رح يكونوا في مدن بعيدة أو ولايات بعيدة ترى أنت ما رح تشوفهم من مكانك طبعا هذا الشي رح يحد من الأذية والغريفينغ بشكل كبير جدا وأيضا الشخص اللي قريب منك رح يكون لونه أزرق وليس وردي زي سابقا الآن صار لونه أزرق زي ما تشوفون وأيضا على نفس الموضوع سابقا كنت تسمع جميع أصوات اللاعبين اللي في السيرفر لكن مع التحديث الجديد فقط رح تسمع القريبين منك طيب أكيد الآن في أشخاص رح يسألون عن مشكلة الإرر اللي يواجهونها واللي في نسبة كبيرة جدا من اللاعبين يواجهون هذه المشكلة طبعا روكستار قالت إنها حلت العديد من مشاكل الإرر اللي يواجهونها اللاعبين ومن ضمنها مشكلة الإرر اللي تتكلمون عنها أنتو وأيضا قالوا إنهم حلوا مشكلة توقف اللعبة بشكل مفاجئ أو بمعنى آخر مشكلة حدث خطأ ويقفل اللعبة ويطلعك منها روكستار قالت إنها قدمت حلول لكل هذه المشاكل فذا كنت شخص باقي تواجه مشكلة الإرر وإنه يطلعك من السيرفر فترى غالبا غالبا رح يكون من النت حقك أو من الاتصال حقك لأنه روكستار قالت إنها حلت جميع المشاكل وأيضا رسميا في هذا التحديث إذا كنت لاعب شيطان وتقتل اللاعبين بشكل كبير جدا وتأذيهم بدون أي سبب روكستار رح تخلي لونك أحمر داكن بمعنى إنه ترى هذا الشخص يقتل اللاعبين وعفريت ويا لاعبين آخرين خذوا بالكم منه لأنه هذا يقتل اللاعبين يعني خذوا حيطتكم وبعدوا عنه زي ما كان في جراند بالضبط والشي اللي بعده نظام الباونتي والشرف والباونتي هنتر طبعا وضحناها سابقا كثيرا لكن رح أعطيكم نبذة بسيطة وسريعة عنها نظام الباونتي رسميا موجود في الأونلاين ورح يكون بنسبة كبيرة يشبه نظام الباونتي اللي في الأوفلاين يعني إذا ارتكبت جريمة معينة أي أن كانت سواء قتلت لاعبين أو قتلت مواطنين أو سرقت حصان أو سرقت شي معين رح تحصل إنه على راسك باونتي معين وهذا الباونتي رح يكون في الولاية كاملة يعني مثلا إذا ارتكبت جريمة في ولاية ليمون فالباونتي هنتر وصادي الجوائز رح يلاحقونك في جميع مدن ليمون يعني رح يلاحقونك في الساندينيس وراح يلاحقونك في رودز وراح يلاحقونك في مقاطعاتها ويلاحقونك في الأماكن القريبة منها يعني الباونتي هنتر رح يلاحقونك في الولاية اللي أنت مطلوب فيها وراح يقروشونك وما رح يخلونك براحتك الين ما تدفع هذا الباونتي وبعدها انت كذا خلاص ما عليك باونتي في المكان المعين طبعا صائدي الجوائز عبارة عن ناس عاديين او مواطنين وليس اونلاين طبعا انا توقعت ان صائدي الجوائز راح يكونون اونلاين لكن اللي طلع لنا واللي نزل لنا انهم ناس عاديين يعني نظام الباونتي تبا تسوي جريمة سوي براحتك لكن خذ بالك ترى فيه باونتي وفلوس راح تنحط على راسك سابقا تكلمنا على نظام البارلي او مضاد الاذية وروكستار رسميا عدلته في هذا التحديث لانه سابقا نظام البارلي او خيار البارلي ما يطلع لك الا بعد اربع قتلات تقريبا لكن مع هذا التحديث اول ما يقتلك شخص معين على طول راح يطلع لك هذا الخيار بمعنى اذا شخص جاء وقتلك مرة واحدة على طول راح يطلع لك خيار البارلي ولما تختار خيار البارلي راح يصير لا انت تقدر تقتل العدو ولا العدو اللي قتلك يقدر يقتلك وكلكم تقدروا تستخدمون اسلحتكم لكن ما تقدرون تتواجهون ضد بعضكم البعض وعلى نفس شاكلة نظام البارلي روكستار رسميا اضافت نظام الفيود او الديثماتش يعني اذا في شخص قتلك مرة واحدة فقط على طول راح يطلع لك خيار اسمه خيار الفيود ولما تختاروا روكستار راح يحطونك انت واللي قتلك في مكان معين ورح تتحربون في هذا المكان وتصفون حساباتكم اول شخص يوصل لخمسة قتلات هو الفائز راح ياخذ اكس بي ومبلغ معين وايضا روكستار رسميا نزلت التحديات اليومية اللي تكلمنا عنها سابقا ورح تكون سبع تحديات تقريبا وهذه سبع تحديات تتجدد يوميا ويوميا رح تجيك تحديات جديدة ورح تكون عبارة عن مهمات واشياء بسيطة تسويها يعني مثلا صيد حيوان معين مثلا صيد ارنب او صيد بانثر او صيد غزال او مثلا فوز في الشو داون او مثلا اكتل عدد معين من اللاعبين بالسلاحة الفلاني او مثلا صيد سمكة معينة ولما تسوي التحديات اليومية البسيطة هذه رح يعطونك قطع ذهبية او جولد نوغت ورح يعطونك اكس بي جيد تحديات يومية بسيطة رح يكون عليها الذهب واكس بي سويها من تخسران شيء وايضا روكستار رسميا حلت مشكلة الحصان اللي تواجه اللاعبين احيانا لما تكون محمل اغراض على حصانك يعني جثة وجلد ومثلا جثة ارنب مع اللقاء على الطرفين بعدها لسبب ما تموت او احد يقتلك انت اول ما ترسبن على طول رح تصفر لحصانك عشان يجيك بالاغراض لكن للأسف رح يجيك بدون اي شيء ورح يجيك خالي الوفاظ هذا السابقا لكن مع التحديث الجديد روكستار حلت هذه المشكلة يعني حتى لو موت حصانك رح يجيك باغراضك اللي كنت حاطها فيه صراحة هذه المشكلة كانت واجهني بشكل كبير لكن كويس انهم حلوها وعلى نفس شاكلت مشكلة الحصان روكستار ايضا حلت مشكلة اختفاء الاعداء يعني مثلا انت قتلت اعداء معينين بعدها بعدت شوي عن المنطقة ورجعت لأعداءك عشان تلوتهم رح تحصلهم مختفين هذه سابقا كنا نواجه هذه المشكلة لكن مع التحديث الجديد حتى لو بعت يعني تقريبا 60 متر او اكثر من ذلك لما ترجع للمكان رح تحصل الاعداء موجودين وتقدر تلوتهم واضافة الى ذلك ايضا لوت الاعداء طوروا روكستار وخلتوا افضل من اول طبعا في شيء مهم جدا من روكستار وسوتوا مع هذا التحديث انها عدلت على جميع طاقات الاسلحة مولفارمي توفير فقط تحديدا اللاعدلوا على الدقة وبعد لانه الدقة والبعد كانت جدا جدا مبالغين فيها في جميع الاسلحة لذاك ان اللاعبين كانوا يشتكون ان واحد يجيبهم من اخر الشارع يجيبهم يتشوتوا علي طول وفاة يعني الدقة كانت جدا جدا مبالغين فيها روكستار الآن عدلت على الدقة وايضا عدلت على المأسيست وما صار زي اول يعني عدلت على طريقة القتال بشكل كبير جدا وصارت يعني نوعا ما أصعب من أول وعاد الفاربين ترايفل أنسوه أنسوه هذا السلاح يعني مع ذا التحديث جدا صار ضعيف وما له أي فايدة وأيضا في شيء مهم جدا من روكستار سوتوا مع هذا التحديث وأنا صراحة أشكرهم على هذا الشيء جدا واللي هو أنهم عدلوا على جميع بطايقة ديد آي وصارت نوعا ما معقولة وما هم مبالغين فيها يعني سابقا أنا كنت أخش الشو داون أحصل ناس مشغلين الديد آي يعني أطلق عليهم تقريبا عشرين طلق في راسه وسبعين طلق في بطنه لكن ما يموت ويبغالي يعني خمسة دقائق أطلق فيه عشان يموت فصراحة شيء رهيب جدا من روكستار إنها عدلت على جميع بطايقة ديد آي طيب بالنسبة للأسلحة روكستار أضافت لنا سلاحين من أصل ثلاثة أسلحة وعدونا بيها أول سلاح راح يكون الرير شوتقن وراح يكون سعره تقريبا 258 دولار طبعا الرير شوتقن هو شوتقن دمجه جدا جدا عالي ونوعا ما دقته قليلة يعني شوتقن ينفع للكلوز رينج وأيضا اللي يميزه إنه فيله نكشات أسطورية ونكشات جدا جدا رهيبة طبعا زي ما قلت لكم سعره راح يكون 258 دولار وراح يكون عند محل الأسلحة طيبة صالح وين الإفنز ريبيتر أو بندقية الإفنز طبعا بندقية الإفنز هذه راح تكون على شكل دريب فيدز يعني راح تيجي مستقبلا على شكل دفعات طبعا زي ما قلت لكم سابقا إنه بعض الأشياء راح تنزل على شكل دريب فيدز وفعلا سلاح الإفنز ريبيتر راح يكون على شكل دريب فيدز ورح ينزل لنا مستقبلا بالنسبة للسلاح الثاني راح يكون الجو بون نايف أو سكينة الجو بون طبعا هذه السكينة راح تشتريها من عند الفنس وسعرها راح يكون تقريبا 105 دولار طبعا أولا ما قريت المقالة توقعت إنها بلاش وعلى حسب كلامهم كانت بلاش لكن الآن صارت بفلوس ما أدل صراحة إش وضع روكستار لكن إذا كنت بتاخذ الجو بون نايف ترى راح يكون من عند الفنس وأيضا شي رهيب جدا من روكستار إنهم أضافوا لنا تقريبا 477 صنف جديد من ناحية ملابس وقبعات وغلوفز وجاكتات وغيرها طبعا 477 صنف هذه راح تنزل على شكل دريب فيدز أو على شكل دفعات واللي نزلت لنا من الملابس الآن هي فقط جزء بسيط من 477 يعني بقية الملابس راح تنزل في الأسابيع الجاية صراحة أحلى شي عجبني في التحديث الملابس صراحة الملابس جدا جدا فخمة واللي جذب انتباهي أكثر إنه في بعض ملابس الترابر موجودة في محل الملابس على سبيل المثال طاقية التمساح هذه كانت من ملابس الترابر لكن الآن موجودة في الأونلاين صراحة شي رهيب جدا وأنصحكم تشترون هذه القبة لأنها جدا فخمة طيب يا صالح وين الثلاث الأطوار الشو داوني اللي قلت إنها راح تنزل وين الفولز جيم وين الفيش شالنجز طبعا زي ما قلت سابقا إنه أي شي ما نزلنا مع التحديث هذا راح يكون على شكل دريب فيدز وعلى شكل دفعات ورح ينزل لنا مستقبلا طبعا أنا جدا جدا ما عجبتني طريقة روكستار إنهم ينزلون التحديث على شكل دفعات يعني ردد أونلاين الآن محتاج كونتنت ومحتاج أشياء جديدة إنتي تجين يا روكستار وتنزلينها على شكل دفعات والله اللعبين راح يسحبون عليك سحبة كبيرة جدا ما أدريش يفكرون روكستار صراحة طيب شاركونا في خالة التعليقات أراءكم عن التحديث الجديد طيب بكذا صلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة يلا سلام عليكم شكرا